السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد جاتي في نص الليل و ايستعملي اسرع حاجة ممكنة ممكن لو عندك كوباية من الدقيق وبيضة تقدري تحضاري التحفة دي بجدد عموها تحفة جدا جدا وتقدري تحضاريها من غير خميرة او اختمار او عجنة او اي حاجة معقدة و بتبقى عندك بالجمال ده حقيقة عموها وهم جربيها و سبيل رأيك في الكومنس الاول بقى اسكلي لو صلي على الرسول على يفضل السلام و هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي بيضة هنحط عليها نص معلقة صغيرة من الخل عشان طبعا زفرت البيض بعد كده هنحط معلقتين كبار من الزيت معلقة صغيرة من السكر رشة من الملح وقلبي المكونات دي مع بعضها كويس هنمزج بقى مكونات كده المعلقة ونقلبها مع بعضها قلب 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 و لو نسا ما عملتش لايك للفيديو اريت تعميه لايك و هنبدأ نمزج المكونات بالشكل ده لغاية ما تتقلب مع عينها كويس جدا بعد كده هنجب بقى كوبية من الزيت و هنحطها شوية بشوية و نقلب المكونات لغاية ما المكونات تمتزج مع بعضها تماما من أسفل هنحط الأول كوبية الحليب وبعدين نحط كوبية الزيت قلبناها مع بعضها بعد كنخطين كوبية الزيت ناخد بالنا بقى عشان ما تكلكعش معينا لو حابة تعملي المكونات دي على بعضها كلها في الخلاط مفيش مشكلة او في الكب حابة تقلي بيها مفيش مشكلة بس هنحتاج ان احنا نتأكد ان مفيش فيها اي كلاكيعة يعني نصفيها لو امكان خلاص ضبطنا كده وبعدين هنحط بقى الخليط ده في اي حاجة ليها بوس كده نعرف نصب منها وتسع على النار وده هنتزيد صغيرة وهنبتزي نعمل اول شوية الخليط اللي انا عملته ده كفة معي اربع قطع اول بقى ما بينشف بنقلبه الناحة التانية لغاية ما تستوي عندنا من الناحيتين ودرجة الحراب نخليها متوسطة لهي عالية ولا هي قليلة خلاص كده تمام هنشيلها ونحط تاني قطع وهنعمل بنفس الطريقة الاربع قطع زي ما قلتلك لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت اعمي لايك بعد طبعا ما بنشيلها بنغطيها بقطع تقوماش عشان ما تنشفش معينا وننزل بتاني قطع عندنا صبتها بس على جزئين بس مش مشكلة كده كده شكلها هي الدارة خلص اما حاجة بس انها تكون مستوي كويس هنعمل كله بالشكل ده الاربع قطع اللي موجودين معينا وبقى عندنا جاهزين هاتي بقى اي حشو انتي حابة تستخدميه انا كان عندي مكس جبن شدر على رومي على مدزر الله حاطت الحشو ولفتها كده هنعمل كده مع كله وبعدين نفس الطاصة اللي كنا بنستخدمها على النار هنحط فيها سينة زيت صغيرة ونستنى شوية الزيت دولي سخن وبعدين ننزل بالقطع اللي موجودة معينا ننزلي على الحتة المفتوحة بحيس تقفل معيك اول ما تحطيها ونما نحمرها من تحت نحمرها من فوق برضو هي كده 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 مستوي احنا بس محتاجين ان احنا هنديها تحميلة وتحميصة بسيطة كده وخلاص كده بقى جايز عندنا ونقطع كده قطعة بجد طعمها وهم جميلة جدا والجبنة دابت جواها وحاجة كده بجد طحفة سهلة وبسيطة وسريعة وتنفع لجوة نص الليل مفيش احلى ولا اسرع من كده شايفت جميل؟ من نبقى الفيديو كنا اللي اعجابكم لو اعجابكم بدف خلوش عليها باللايك واشتراكم بالشير للفيديو وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة